موسيقى ورجعنا بعد البريك فقرة guest of the day ضيفنا هو شخص معروف بهضامته عن جد مهضوم قدي قريب للقلب مسالم ومثقف بشكل كتير كبير وكان يقدم أجمل البرامج واللي موجودة كانت على الهوى يعني بوقت كتار كان يتبعوا لقلو وغيرو ينقر معرف ليش لعنى كل حال هلأدى الناس كانت تحبوا وياريت بيرجع على الشاشة عم بحكي عن الأعلامة سرج زرقا لقليل ما يطل على الشاشة أهلا وسهلا فيك شهر ربا وصور سرج كيفك سرج أنا منيح أنتو ماشا الحال؟ الله يسعدني يعني اثنين سرج معي بالحلقة يلو طيب حطيت على سوشال ميديا أنتو بواحد مش مخالصين مش مخالصين سرج ليش ما أمشوفك اليوم على الهوى هيك أنا بلج دغري من الأول لا أنا وقفت تقديم برامج من خمس سنين تقريبا ليش؟ خلاص بزيادة بصلي من 91-98 هلأ أنا دايما بس الكاريزما موجودة السعافة موجودة لا ما خاصة بيعطوا دور لغيرهم يعني اليوم الشباب يطلعين وخاصة على الام تي في يعني اللي موجودين فيهم كل المؤهلات وأكتر مني بكتير بالعكس أنا بشجع أنه يطلع جيل جديد بيتوجه لجيل جديد يعني أنا جيلي صاروا كمان من عمري لا بس في كتير ناس إذا فينا نقول عمرهم أكبر من عمرك وبعضهم الموجودين اليوم على السحاب كل واحد كل واحد بيناقش بيحب يعمل نحنا يعني أنا بالاتفاق مع ميشيل مر يعني أنه خلاص منزيح منخلي غيرنا يطلع بالعكس آه مقتنع تماما بهذا القرار حتى ممكن شناعة تغير رأيك ولا لا؟ لا لا ما بتصور لأنه البرامج اللي بتلبق لي هلأ أنا ما بعرف قدمها يعني أنا بالبقلة كان الألعاب المزح الدحك بعض الموجودين الألعاب آه بس مع ناس أصغر يعني أنا ما بتصور أنه بعد فينا أعمل توني بروض يوم الزميل عنده برنامج على قناة الام تي في يمكن من جايا أصغر منه يعني يعتبر أنه اليوم اعتزلت تقديم البرامج آه آه أكيد من زمان من خمس سنين سوري توني هنكبرنيك أدي عمرك ساج خمس وخمسين آه أوكي توني أدي عمره لا أقل بكتير أقل بكتير طب بعد غير طويل عن المقابلات اليوم قررت أنك تطل معنا طب ليش هالرفض الدايم أنك عدم الظهور بالمقابلات ليش لأنه سيرج عنده طريقة أنه ما ممكن إلا ما بديك تجي معه استرجي قولي له لا لا بالعكس يعني التلاكس مية وهيك وفيك أنا بدي أتشكر بالمناسبة للأو تي في لأنه من جماعتين ثلاثة عملنا التاست صغير يعني بالشغل مع الأو تي في فاستاذ شادي الهشم وأستاذ رويل هشم كانوا كتير ساعدوني كتير وأنا بتشكر شكرا شكرا لا لا نعرف طيب بعد كتير سنين من النجاح الام تي في أقفلت أنت كنت قبله وكمان لما رجعت الام تي في على الهواء كمان طليت من خلالها هل الام تي في رجعت أكبر ولا رجعت لأنه في منافسة كتير كبيرة بطل جمهورة مثل ما كان لا بالعكس أنا بتصور وقت رجعت الام تي في من بعد تسكيرها رجعت بعصرة يعني ما رجعت مثل ما كانت وقت لسكرية رجعت على العصر جديد ولهيك شفنا برامج جديدة انتجات أكبر بكتير كل شي كان مغير بالعكس أنا بتصور الام تي في يمكن تمنى نقص من قيمة باقي التلفزيونات هي لملاحقة عصرة أكتر شي بتصور وجوه عديدة بردت على شاشة الام تي في ولكن اليوم أنا موجودة لمين بتقول يا ريتك بعدك موجودة هذا فل ويعني مش من خاطره بتصور أنه كل اللي فلوا من الام تي في كان هني بدون يفلوا أو يمكن كان عندهم عروض أفضل غير مطرة ما بعرف عن مين عم تحكي زي عم تحكي عن حدا معي نقول ليلي بقلك كل شغلي يعني نحنا هون توتل ترانسفيرنسي البتكون يام نحكي تنالب عن هذا الموضوع اليوم الوضع الاقتصادي بتعرف كل الناس حديثهم يا كورونا يا الوضع الاقتصادي يا أن الحال كثير تعبيني يعني انت اليوم شو وضعك لك أنا وضعي مثل وضع كل الناس يعني نحنا بلبنان ما في حدا بيمشي وحدا ما بيمشي يا كلنا منمشي يا كلنا منوقف لو شو ما كانوا اتجاهاتنا السياسية يعني أنا كنت مع العهد ضغط العهد بالنص لو شو ما كان كلنا ما فينا نسحب مصاري عصيرة المصاري معي هيدا تي شيرت لحظت النوع هيدا اسمه لولار لولار يعني هو الدولار اللي كلنا عنا ايه بالبانك اللي هو رقم على دفتر بس ما بتعرف اذا موجود لانه في ضبابية كاملة بالمصاري ما بنعرف اذا مصرياتنا موجودين او لا واكتر من هيك قيمته لهيدا الدولار اللي عنا ايه هي قيمة ما بتشبه قيمة الدولار الحقيقي اللي موجود بامريكا بفرنسا بوين ما كان الدولار نحنا عنا غير دولار فلا بنعرف اذا موجود وقيمته غير شي حبيت اللوغو واللولار كلاب هيدا اللولار من دان قزي بتعرفوا الخبير الاقتصاد اللي هلأ وين ما كان على التلفزيونات وعنى صار مثل دعاية الترسيل ووين ما كان بتشوفه صار مطلوب وين ما كان لانه الظرف يطلب انه ناس بيفهمه يحكوا فهو اللي طلع بقصة لولار انا ما اقول لول اذا صاروا بالكلاب اليوم لول مش مش على الو تي في كان مي بالمية مع لوغو هيدا باتريك شمالي هو اللي عامل هيدا اللوغو حلو فعاملو هيدا هو تي شر فموجود وين ما كان هلأ اذا بتحبو كلكم تلبسوا لولار موجود بالسوق انا افضلنا يلبسوا اذا فيقول ليرا اللبنانية اه اكيد لولار ما هو ذات الشي مثل الليرا هو ازاية طوية بدمية بس نضال ساعة نضل نفكر بالدولار باللبناني بنا ندفع باللبناني لن ندفع باللبناني معك خبرنا شو رائعك بالتحركة الشعبية في ناس قواديم وفي ناس زعران وين ما كان ان كان بالتحركات بس انا اللي بلاقي انه المطالب محققة ما فيه حدا يقول انه اليوم منه متضايق انه يكون دولار بألفين وخمسة يكون رجع القيمة الشرائية طبعا كل شخص عم بيحضرنا ان كان مع العهد او ضد العهد رجع اربعة وخمسين بالمية هيدا الشي بيأثر على الكل فاذا ناس ما بدت طالب انه شو لازم نعمل مثلا وقت اللي بيجوا بيقولوا الحكومة صار لانجا شهر صرتوا عم بتطالبوها اما هي اجت حكومة مش لا تاخد وقتها بالقليلة لازم الخطة تبين يعني كل شغلة عم بتصير عم بياخدوا وقتهم كأنه ما في شي بالبقى بس يمكن الدعسة ناقصة يمكن العالم بتصير تنتقد هيدا الدعسة مشان هيك كل شغلة بشغلتها لازم ينتبه عليهم مية بالمية بس بعدنا كل اللي عم بقولوا صدقني انا من اللي بدهم يعطوا فرصة بس قدي الفرصة يعني قدي لازم ننطر بعد فيه بيحمل البلد ننطر يعني طلع نطرنا 30 سنة فينا نطر كم شهر ما بقى فينا بالعكس هيدا هي نقطة مظبوطة سيرش كل الناس بتقول ولا واللي نطر ما بعرف قدي بس ما نحنا جبنا حكومة انقاذ طوارئ بس كل هالمشاكل اللي عنا ايها بوبيل ابنين ما بينحلوا بين الوضوحاء لا لا بس بدنا خطة لك وين رايحين يعني مثلا نحنا تخلفنا عن الدفع هلا باليوروبون كتير منيح هو مظبوط نحنا بلبنان غير ساحر يجي يسحر الدنيا لأنه الانقاذ بنهيه انه عم بيشتغلوا حكومة انقاذ مية بالمية معك حق عم بيشتغلوا وجماعة بينعطاهم فرصة بس لو بعجلوا شوي بس لو بعجلوا شوي اليوم هم تحمح لك من الكورونا خيف شي كمان هيدا المشكلة الكبيرة اللي كل بيحكوا فيها كمان هيدا شغلة بدأت تبلش بتوعية بكل شي مش بس بالكورونا يعني حتيكي مثل بآسيا مثلا باليابان إذا واحد مرشح رشح بسيط بيلبس ماسك تما يعدى غيره مش تهو ما ينعدى نحنا باللبنان نلبس ماسك تما ننعدى هو العكس هو لازم كل واحد يكون عنده مسئولية بالمجتمع أنه ما يعدى غيره ساعتها بتصير تقول أنه اليوم بالكورونا يعني لا تحمي حالك بالكورونا شو يعني يعني تغسل إيديك يعني تنتبه وين ما بتروح تدقر شغلة ما بتعرف إذا عليها بس بقولوا ما نفعل الكورونا منيحة أنه صارت الناس تعف تغسل إيديك أكتر يعني ساعة فيه طوعية على الموضوع شفت من كل شغلة فيه الواحد ياخد شغلة منيحة وهي دي تربية جيل على التوعية أنه النظافة بالإيدان مش بس لقلك صحيح للباقيين كمان تحمي وجهك إذا أنت مرشح مش تطلع وتعطس قدامك للعالم هتحعب في كتير ناس عندهم هيدا عشي يعني مزعجين فيها هيدا التربية يبتشف هلا لسوق الحظ إجت بمصيبة يعني مصيبة وكبيرة ومظبوط لازم الناس تنتبه ومظبوط الإجراءات لازم تتاخذ وتتنفذ بحزافير لح يتدمر الكورونا برأيك ولا لاح يدل عم ينتشر ونشوف إسابات أكثر ما في مجال ما ينتشر واحد يحكي الإشياء متل ما هي ما في مجال ما ينتشر مطرح ما وصلنا ما فيه إلا ما ينتشر بس فينا ننتبه على اللي أكتر شي معرضين لهن الناس الكبار بالعمر يعني فوق 60 فوق 70 لازم ننتبه عليهم ما يجي حدا يزورهم ما يروحوا لمطرح ما يعملوا شي يقعدوا بالبيت تقطع الموجة قد تأخذ ما حدا بيعرف يعني برأيك ما فيه تضليل إعلامي أبدا ما فيه تضليل بالعكس هاي دي شغلة مظبوطة ولازم نستخدها ما بقى يستخفوا فيها يعني فيه كتير ناس اليوم بعضهم بيروحهم من نكهاء أنه بدنا نصهر ونحنا ما فرقاني معنا مش مظبوط العلم ما هيك بيقول هلأ كل واحد حر يعمل بده ايه بس العلم إذا بدنا نحكي سيانس مش هيك بيتصرفه خانت الأنا وربا مع ساج زرقى بفقل 12 على 10 فقلت 10 على 10 بدنا جرقى ماكسيموم منك ساج أكيد أنت كنت متابع ايه كتير وراء ايه كتير وراء لا أنا عشرة تب لحنشوف بداية الهاشتاج خلصت الموضة شريعة ما خلصت شو مشكلتهم معي ترجع تسكر أي هاشتاج بمسل حالي يمكن عبيلك أن تكون لألك شو مشكلتك معي بمثلني أكتر شي مين مين هو الشخص لا كل الناس لأنه أنا عندي مشكلة وكل ما بكتب شي انكتبت تنتقد لا على اليمين كل اللي على الشمال بينتقدوني وانكتبت على الشمال كل اللي على اليمين بينتقدوني أنا مش خالي وفي تجريح شخصي وأنا هيدا اللي بضحكني تجريح أنه بصير بالضحك نحنا عم نحكي سياسة ونحنا أنا أبدا 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 ما بجريح ما بستعمل كلمات نابية وما بسب أبدا بس أكيد بنتقد والكل ما عندي مشكلة تبق بس دايما أنه في وجهين بكل شي عم بلاقي معك حق بس برجع بقول أنه مشكلتك معي أنه شو ما بتكتب أوقات إلا ما حدا بديجين تكتب لهيك نقات هذا الهشتان تبق ما بتقول خلصت الموضة خلصت موضة تمكن الألعاب على التلفزيوني بالعكس هو أنا بلاقي أنه اليوم أكتر برامج عم بحكي عالميا اللي بعدها بتشد الناس وهن برامج الألعاب بس صار فيه موضة بالشر الأوسط أكتر أنه قد ما بتربح جايزة كبيرة قد ما بيحضروا البرنمج أكتر حتى لو كانوا الأسئلة تفهى يعني هيدا أخضر ولا أحمر أحمر برافو بتربح ألف دولار لأنه بس يفكر أو بس يعملوا أسئلة من نوع شو عاصمة فرنسا بريز تايتي ما بعرف إيه لك عطيها بالملعة وخلصت ما له ألور بحج خلصت أشوفت أنا بحب البرامج الألعاب وهذه الأشي اللي أنا قدمتها أكتر شي يعني على التلفزيون أنا بحبها كتير طب لمين بتقول ترجع تسكر ترجع تسكر أنا بدي أقول لحدا ترجع تسكر ما فيني أقول ترجع تسكر ترقاط لأنه ما بحب تسكر الترقاط فما بعرف لمين بدي أقول لنا ترجع تسكر ما عندي حضا إن شاء الله ما حضا يسكر ناكست ريد كاربت أو استجاد الحمراء مين بتحب أن ترافقك من بين الإعلميات نادية بساط مونة أبو حمزة أو جيسيكا عزار لا نادية نادية بساط تحب ترافقك على استجاد الحمراء على وين ما كان لأنا ولا أهضم من هيك مخلوقة على التلفزيون وبرا تلفزيون شو رأيك بيه برنامج الجديد لجيسيكا عزار كتير حلو أنا بدليك المزبوط لا مشكل شيء على المتفي حلو لا أبدا بس أنا عم بحكي عن البرامج اللي هلأ عم بحضرها أحضرت دقيقتين منه أنا ما بحضر تير تلفزيون ولا كنال ولا المتفي ولا غيره ولا أخبار أبدا أبدا أنا عندي شغلتين نتفليكس وبيئن هيك منقولون على بس بس فوتبول أو سبار وليد لدعاية ونتفليكس لأنه بتقدت بس أنا ما بتتشوف تشوف مثلا زملائقك شو عم يعمل لك تشوف كل شيء على تويتر أنا على السوشيال ميديا اللي لازم شوفه أكيد موجود على السوشيال ميديا بس إذا عندي ناقي أكيد ناقي ناديا يعني بفهم منك أنه بتحبها بتقديم البرامج مش أنه أحسن بالنشرات الإخبارية لجاسيكا عزال بدأ شوية وقت بعد لتتعودوا عليها أكيد أنه الناس أخذت فكرة عنها كمؤدمة نشرات أخبار بس كانت ريبورتر قبل أنا بتصور أنه مبلغ تنجح جاسيكا بس بدأ بعد شوية وقت بس أكيد بيلبقلة خاصة اللي بيعرفها برات التليفزيون بيعرفنا كتير مهضومة ناكست عم نشوف سواء قدامنا هدايا تنشوف لمين ممكن تعطيهم لبابلك فجر أو شخص مشهور يمكن تكون سياسي فنين ممثل بتنقل بداكيب شايفين بلون أزرق بالنص شايفين دواء للتحنيط ها هذا دواء التحنيط دواء التحنيط وشايفين ترا لمين بتهدي كل هدية من شو من بليش المنقل بدك يه أول اسم إجعى راسك حسب الهدية الأزرق بس أكيد ما في زعل أزرق بس واحد يفكر بالأزرق شو بيفكر يفكر بطيار مستقبل مظبوط فبلون انه هلا بطير مثلا هلا منه موجود لمين بتعطي أمقال انه للشيخ سعد بس شؤالتك بالبلون انه يطير انه هلا منه موجود هلا طير هلا طار تنقول طار بدك انه يفقع البلون ويرجع لا لا ما يفقع لم نتمنى لأزل أحدا وستقصدها لأطار البلون لا إذا فقع بيستقوم ما تعترهم شو بيبقى شظايا لا ما تعترهم بيستقوم عنده شعبية منه عنده شعبية كتير كبيرة مظهور شايفين دوا التحنيط لمين كمان ما في زعل مشاك لا لا ما في زعل ولا بتعرف الاستاذنا بيهبر في نكتة دايما بيطلعوا عليه انه مثلا المارونة بيحرم يصير رئيس جمهورية السنة بيحرم يصير رئيس مجلس وزراء مجلس النواب ما حدا بيحلم فيها نشكر الله عنا الاستاذ يطوم مع الأجيال ايه لو عنا الاستاذ مش رايح لمطرح باقي كتر خير بس هكيد بلا زعل يعني لا ما في زعل أصلا هو بيعرف أنا من الجنوب ما بيزعل منه نحنا أهل الجنوب ما بيزعل من بعض ترام ترام كتر بشي رحلة مثلا ايه او تاخدوا رحلة فينا نحط في كتير ناسها مشاك بس ترام بيرجع أو قتلها نفس الموضوع لا لا نحنا بدي يا وان وي تيكت وان وي تيكت كل هؤل الفاسدين اللي الزرق بنا أسأل بنا أسأل فاسدين ما فيني أعطي واحد بيزعله الباقيين مش عم تذكرهم تصور تقول عن واحد فاسد الباقيين شو بيقوله نوالا ما جبت سيرتي لا مش حلس كون من الفاسدين طيب إذا ما كنت ساج زرقة ممكن ممكن تكون محافظ الألقاب بير داهر أو ألبير كوستانتينيان أو جو معلوف لا أكيد جو لأنه أنا بقدم برامج لا ما بدي أكون رئيس مجلس إدارة لأنه كانت نايب رئيس مجلس إدارة بالأم تيفي وبعرف قدي المسؤولية كبيرة بس يكون عندك 600-700 عائلة برأبتك بعرف قدي المسؤولية لا ما بدي أتحملها أبدا فضي لكون نمبر دو مش نمبر وان بهالشي والجوب بالعكس أنا بحب جرقته أوقات كان يزيدها بس لا هلأ صار طب بجنة خسرته الأل بي سي برأيك وربحته الأم تيفي قبل ما تخسره هو كان على الأم تيفي قبل الأل بي سي هو الأم تيفي اللي بلش معه صحيح وأكيد على سوق تفاهم بسيط ورجع مش الحال بعدين راح الأل بي سي ونجح أكتر بعد ورجع لزروفه ليش اليوم في كتير من الوجوغ برأيك كانوا على المؤسسة الليبنانية إرسل وصلنا عم نشوفهم يوم على الأم تيفي يعني كل شخص كان على الأل بي سي عنده فرصة كتير كبيرة أنه يطل عبر الأم تيفي شو تعليقك على هذا الشي مش بس راحوا لهون في ناس راحوا لغير مطرح متل ما في ناس فلوا من الأم تيفي وراحوا على الدول العربية بس نبن نرجع ونشوفهم على الأل بي سي أليم ليش أصدق بس أم تيفي أل بي سي وفيه يمكن بالعكس مثلا منشوف محافظ الأقاء أكيد مارسل غانم دولي غانم أنا برأيي أنه هالأشخاص لقوا أنه يمكن عندهم فرصة هون يطلوا يعملوا شي ما كانوا قادرين يعملوا بالأل بي سي هذا برأيي مش أكتر ولا أقل لأنه المؤسستين كتير مهمين وتنيناتهم كتير كبار وقدام والمنافسة حلوة مش شي عاطل شي منيح مش غلط لا لا أبدا بالعكس شي منيح نوصل لل التشويسز التشويسز تنشوف شو رح تختار من بين ثلاثة ورأة رح تختار من قلب البوكال يال على السريع هاي تنشوف هاي أول وحدة أول ورأة بتقول بتقول الصف ما كنت تحبه أنت وغير صف ما كنت تحبه أبدا غير أبدا بالمرة يعني ايه بالمرة الصف العربي العربي يوم عيد المعلم ايه اهم نعيدهم كلهم ايه معد استثنائيا هي حتى السيز العربي لأنه أنا كنت كتير ضعيف بالعربي أنا بلشت العربي بالسيزيام لأنه ما كنت عايش باللبنان أنا خلقان بأفريقيا فبلشت بالسيزيام كنت كتير ضعيف بالعربي لالترمينال كنت حبل الفرنسية والأنجلي لأن الفرنسية وكانت لغت الأساسية فبلشت بأفريقيا أخذوك أمتجيه شفت؟ شفت؟ أنا أقول لي أخذوه ما كنت عادي ما كنت عادي ما كنت عادي تطلع تليفون جديد أبل بتخلي الأدمين يصيروا يعملوا يصيروا يعملوا يعني البرفورمانس عبعيتهم بتخف قصد هذه أبل بتعملها دونك أكيد أحسن لك تضل لك تحييي لك تحييي لك تحييي لك تحييي لك نعمل عدل نعمل نعمل سابسون كتير مني أنا ما بستعملون بس إن كتير مني أكيد أكيد ثلث ورقة الممثلة الأولى مين تعتبرها اليوم الممثلة مالعلي أنا ما بحضر كتير بس أنا آخر واحدة لا أنا بحب كتير سرين سرين عبد النور نعم بحبها بالتمثيل أكتر ما بحبها بالغنى ما بعرف على إذا بتزعل مني مين سرين سرين آه ناكس فكرة غير حضر لا ما بعرف ما بتزعل لأني قلت هيك طيب شايفين دائما ثلاث كنترايات اليوم إذا بدأت ترجع على الشاشة كرمي الهدف معين أي كنترا بتختار من بين تقديم موسم رياض المهرجان اللي كتير كبير ما نشوفه بالرياض وقيمة الكنترا مئة ألف دولار نعم أما تغتيت مجيء البابا فرانسيس إلى لبنان مجانا تقدمها أو تقديم موسم من برنامج تيك مي أوت على البي سي آي والإيمي أربعين مليون ليرا للموسم لا لا صراحة اللي حطيتهم ما بيخلي الواحد يفكر كتير أكيد مجانا بقدم التغتيت البركة بتفكر ميديا بمطرح معين ما بفهم في كتير بفكروا ميديا بهيك قصص في كتير بفكروا ميديا ما بفتكر وقت اللي بيكون شيء إلا علاقة بفتكر بالدين أو بالإيمان أو هذا ما بفتكر بفتكر يعني ما بدي أحكي عن الكل بس اللي بعرفهم بقدموها مجانا مش أنا بس مين ما كان بقدمها نقعت هذا الـ ومش الحال السنة اللي بعدها اجيك كنتراين آخرين اللي هني تيك مي أوت ورياض موسم الرياض لا بعدني بفضل قدم تيك مي أوت تيك مي أوت لأنه بتحك أكتر بتحبوا لالبروغرام كمين مش حاضروا كتير حاضروا مرتين ثلاثة بس بحب الفكرة أنه كل واحدة تجي بتخبر أخبار يعني ما بيدخلوا بالرأس أنه بتتحك فيه وضحك أنا بحب الإشياء لفيها ضحك مهرجين رياض ما بعرف شي عنه وما كتير أنا بسعودية وهيك نتعلم سوا بدنا نقط بناء نقط بناء نبدأ مع الإعلامة توني باروت نقط بناء لازم ينسى أنه كان مؤدم رياضة لازم ينسيها بعدها معه كل شوية بتحمص بتحسي معتش باسكت وآخر سلة بس أنه البرنامج الألعاب فيه لازم يكون فيه ويه صحيح بس عمقول لازم ينسى أنه كان مؤدم رياضة بس وكمان مرة صديقي ما بزعل مني أكيد أكيد ميكايل ميكايلة تتذكره ميكايلة حبيبتي ميكايلة ألتبت برنامج سوا أول ما فتحت الان تي في رجعت فتحت الان تي في كانت مع ميكايلة وبي لايف وهي يعني كانت أول مرة بتقدم برامج وكانت ضلها خايفة كل شيء تطلع فيك سير بلخص ولا يهمك ولا يهمك طبع تطلعتها نقد نقد بتضلها خايفة تطلعك وقفت سامر الغريب سامر الغريب نمثل أكتر ما هو مقدم برامج بس أكيد بيلبق له اتنين يعني وكنت معه وقت اللي قدم من كل ميلة عائلة شربت ساعده أول ما بلش كمان بس بيلبق له التمثيل تمثيل أكتر وميشيل أبو سليمان ميشيل أبو سليمان شو بنا نقول عن أبو الميش ميشيل كل نكته سكس لازم نخفف سكس شوالي نخفف سكس على لحنشوف قدمنا شكرا رييفا حلوين تيبك مارسي هي الكلبة المعتادة هايدي أكيد بتتذكرها بس واتكون مفكر بعرف نط على الحالة فيك ما تستعملها ولا تنط عليها مقابل إنك تجاوب على الأسئلة كل سؤال ما بتجاوب عليها لحيطلع لك بالآخر نجمعهم خمس نطات خمس نطات على كل مهندي ما بتجاوب عليها بتجاوب على كل شي حتى لهم غلط حتى لهم غلط نبدأ أفضل محاور فني من هو؟ نشان اسم شخص حاربك بالسابق فيك بالعائلة حاربني بالسابق بالتقديم برامج بكل شي بالحيط بالحيط صعبة كتير صعبة منحط خمسة لا منحط خمسة توني توني أكيد لا لا حطا طيب اسم شخصها من طلو بلوك ايه اكتار على تويتر ما بتلاحق اخر واحد لا اسم بس معروف لا ما المعروفين منهم منهم مزعجين ما عندك ولا اسم لا لا منهم مزعجين المزعجين بيعطوا يختاروا لا أو بيقلك شغلة بطريقة يمكن هو ضدك كليا بس ما في تجريح لأنه لأنه ما بتقول معروف يعني ما هو بجرس حاله بينما الباقين كتير طيب فنينة ولا ممكن تسمع له بالعلي ما بعرفون كتير قل لي ما تكونش بحدة مش قادرك تسمع له بل مرة مش لا لا مش خمسة ما لقش يقسم خمس نطة لا لا ميكا يلا ما فيك تسمع له ما فيني اسمع له ما فيني اسمع له حيث ما بتزعلك سياسة لا ميوزح يمكن مبارسة لا ميوزح مبارسة اسقابات المنزح بيكون جاد لا لا سياسة ولا ممكن نتحاوره سياسة ولا ممكن نحاوره بدي يكون كتير ويقام وهاب ليه مع أنه دايما ويقام وهاب كتير مطلوب على تليجيزيونات انت انتبهت قد مطلوب وينما كان وهو زلما مهضوم يعني بس قد ما فيه اوقات اشي ما بتتصدق بحديثه يعني أنا ما فيه نعود قدام شخص إذا بدي يكون صادق مع حالي إلا ما يقول له لا لا كتير هاي لا لا هاي ما بتقطع يعني عارش كيف أنا ما بحبيك أنا بحبي يكون زمطت من كل نطلت له هلا نقد بيجرحك أني خطيارت بتنجرح اي لا أنا ما هذا هو شفت كيف بنجرح اللي بيحكوا مساء عن العمر أنه ما بقى أنت كبير برت وكذا عم بحسستني أنه عمرك فوق أنت كتير صغير أكيد أنت كتير صغير سير أوكي طيب سؤال بتكره أنه حدا نسألك كيف سؤال بتكره أنه حدا نسألك أنا كتير ما نفتح على كل شي ما عندك ولا لا الأشياء الشخصية يعني عائلتي ومع عائلتي أوكي جوابت حلم بعد ما تحقق سير مليونير سير مليونير اي وما بتكتير آخر مرة كفرت كفرت كل يوم اليوم آخر مرة عن شو شو الموضوع عن سوشيال ميديا كمان مرة بس تقرأ شوية التعليقات خاصة بالسياسة اللي بيكونوا كليا يعني بعاد عن الحقيقة بعاد عن كل شي ما بقدر بحقق ووو يعني بكفور زمعت النرنط فعلا أنا كذبت شوية كثير كذبت شوية كلمت تزمت لا ميكايل لا يلا خمس مرات لا إذا كذبت عم تعترف اعترفت أترى لك أنه جوابت أشياء لحنا ننتقل نشوف عال سريع بس لأنه ما بق معنا كتير وقت شايفين سوا قدامنا إذا بدك تقضي 24 ساعة مين بتختار تقضي معه بين عبدو شهين بعد يابو شقرة كارمن لبوس مسي ابو شقرة مسي ابو شقرة ناكس شايفين شايفين قدامنا إذا بدك تعمل مين تختار إنك تعمل معه المقابل بين ميشيل وجابريال أو جهاد المر لا لا ميشيل تعرف ليه لهم بيكره هالإنترفيوز شو السؤال بتسأله بتعرف إنه يمكن يتلبك لما يجاوبه كل شي سؤال واحد لا لا عم بحكي جاد كل شي ما بحب عكيه عن عائلته بيكره ما بحب يعني أولاده مرته ما بحب أصلا بيكره التلفزيون يعني ما بارك يفو رئيس مجلس إدارة التلفزيون بيكره يطلع التلفزيون ساجزار يا ريت بترجع على الشيشي هلقد شخص محبوب هلقد عندك كاريزمة كتير عالي هلقد مسقف بليز رجع أوعى تفكر فيها بقى بيجي بقدم معي برنامج محال روبا تقبل محال روبا لا مش محال روبا معي ما سمعت محال روبا طيب أكيد روبا مزينة برنامج شكرا لك مرسي كتير لقلكم مرسي كتير لك اللي عم بيحضرونا هذه كانت حالتنا مشاهدين تابعونا بكرة بنفس الموعد السبع لربع ناكست اشتركوا في القناة